عمرك شفت إمكانيات عربية قبل كده وانبهرت؟ أعرضت كتير عربيات مبهرة تبهرك انبهار عمرك ما فيه انبهار بهرك قبل كده أبهر منه طيب تعال أقولك بقى أننا هنتنقل لمستوى تاني من الانبهار الانبهار حتى الصداع ده اللي بتقدمه رانج روفر جديدة وخلينا كده نبتدي جزئية جزئية بس قبل ما نبتدي ياريت تخلي جنبك علبة باندول إكسترا أو على أقل تعملك فنجان قهوة في السريع كده مبدئيا رانج روفر الجديدة بتتوفر باختيارين لقاعدة البناء العادية من خمس مقاعد أو لمزيد من الراحة والرفاهية ممكن تخليها أربعة بس والأول مرة باختيار تاني بقاعدة أطول من سبع مقاعد المقاعد الخلفية من الفئة الفاخرة كخيار أساسي في كل الموديلات وما أدراك ما هي الفئة الفاخرة في مقاعد رانج روفر خلونا بقى نسيب التفاصيل العادية دي ونتنقل التقيل للتكنولوجيا اللي بتوفرها ومن هنا هيبتدي الصداع هنبتدي بالتكنولوجيا الخاصة بالجزء الترفيهي والفخامة عزل الضوضاء الخارجية من أهم الحاجات اللي ممكن تكون في أي عربية عشان توفر لك قيادة هادية ومريحة وما يبقاش الصداع جاي من الأصوات الخارجية فرانج روفر العزل مش مجرد استخدام مواد عزلة في جسم السيارة بس لا ده نظام متكامل لأول مرة في العالم عربية بتوفر نظام بيرائب الضوضاء المحيطة طول الوقت وقبل وصولها لكابيند القيادة بتقوم السيارة بتوليد إشارات صوتية بتردد معين بتقوم بإلغاء الضوضاء دي وده عن طريق السماعات الموجودة في النظام الصوتي المتطور جدا من شركة مريديين اتفضلوا بقى ريحوا في الصالون قصدي في المقاعد الخلفية الكلام مش على أن المقاعد الخلفية فخمة جدا ومريحة بس لا تجهزات الصف الخلفي لوحدها قصة منفصلة مبدئيا كده عندك شاشة تحكم وسطية بحجم سبعة بوصة تقدر تتحكم عن طريقها في كل وسائل الراحة والترفيق كمان عشان ما تزهقش فيه شاشتين ام ميتين بحجم 11 بوصة نظام الانفوتيمنت اللي في العربية والاسمه بيفي برو غير كون ومتطور وعالي الاستجابة جدا فهو كمان قادر على العمل تحديث لنفسه عن طريق شبكة الموبايل بدون أي تدخل منك كمان في الأمام فيه شاشة تاني 13 واحد من 10 بوصة بتعمل باللمس وبنظام هابت الكنترول اللي بيديك مزايا الشاشة اللي باللمس مع الاحساس التفاعلي اللي بيديك احساس انها بتعمل بأزرار عادية المراية الوسطية للعربية لوحدها قصة هي مش مراية عادية هي بتعمل عن طريق كاميرا وبنظام اسمه كلير سايت اللي بيديك اوبشن انها تعمل كاميراية عادية جدا ونشوف منها كل اللي وراك او انها تلغي الركاب اللي في الصف الخلفي عشان تديك رؤية خلفية كاملة بدون أي عواقق النظام الصوتي من مريديم بيتكون من 35 سماع بقوة 1600 واط وده بيوفر لك نظام صوتي وقوة ونقاء صوت من عالم تاني حنة شايماء نفسها مش بيستخدموا فيها عدد السماعات ده رانجروفر كمان بتوافر ميزة أليكسا واللي بتخليك تقدر تتحكم في أجهزتك الزكية بالمنزل وانت سايق عربيتك بمجرد انك تديها قوامر صوتية رانجروفر كمان عملا لك منصة احتفالات في الجزء الخلفي من السيارة مسميها تيل جيت ايفنت سويت وبارة عن كراسي قبلة للطي موجودة في الشنطة الخلفية تفردها وتقدر تقضي يومك في الهواء الطلق او تشغل مزكتك وتهيس على عكس اغلب السيارات اللي ما قابض ابوابها مدمجة في ابواب السيارة ولازم تلمسها او تضغط عليها عشان تقدر تفتحها رانجروفر ما قابضها بتخرج عشان تقدر تفتحها بمجرد انك تقرب منها بس عربيات كتير بتقدر تفتحها بانك تمرر رجلك تحت الشنطة العربية لكن رانجروفر بتوفر ميزة اضافية وهي ان العربية نظام التعليق فيها بيقلل من ارتفاعه عشان تقدر تحمل الشنطة بسهولة اكبر برضو نظام تنقية الهواء من رانجروفر متميز جدا النظام اسمه كابل اير برو فيكيشن برو اللي بينقل الهواء على مستوى مش بس الروايح ده على مستوى البكتيريا ومسببات الحساسية وبعض عنواع الفيروسات كمان تعالوا بقى نتنقل لنقطة تاني وهي الامان لو هنتكلم عن انظمة الامان فهي مش بس كتير لا هي كمان مميزة جدا خد عندك مثلا بتوفر لك نظام اسمه Clear Sight Ground View ده بيخليك قادر انك حرفيا تشوف تحت جسم العربية واللي بيساعدك انك تتجنب بعض العواقق زي مثلا المرور فوق حجر كبير او حاجات زيه كمان العربية بتوفر لك كاميرات 3D محيطية بتأهلك انك تشوف العربية بالزبط كانك بتصورها بدرون بيلف حوليها وطبعا ده بيخلي اللي مالوش فيها حتى يقدر يسوق بمنتهى السهولة العربية فيها نظام اسمه Bark Assist اللي بيخليك تقدر تركن او تخرج عربيتك من الباركينج باستخدام الموبايل اغلبنا يعرف الهدى بديسبلاي اللي بيعرض لك معلومات زي السرعة او المابس على الزجاج الامامي وانت ساي عشان ما يشغلش عينك عن الطريق مع Range Rover الموضوع واخد منحنة اكتر تطورا لان الهدى بديسبلاي مش بس بيكون HD لا ده كمان بيكون بالالوان مش زي باقي العربيات بلون واحد نظام Adaptive Cruise Control وهو نظام بيخلي العربية مش بس تثبت سرعتها على السرعة اللي انت بتحددها هو كمان بيغير السرعة دي على حسب حالة العربيات لقدامك فبيزودها او يقللها بحيث يفضل طول الوقت محافظ على مسافة امنة بينك وبين العربية لقدامك كمان نظام الطوارئ في حالة الاستضام الخلفي النظام بيحذر السائق ان فيه احتمال حدوث الاستضام محتمل ولو ما استجبش بيزود من سرعة العربية بالشكل اللي يحميها من حدوث الصدمة الخلفية كمان بياخد اجراءات امان اضافية زي انه يعدل وضع الكرسي يشد حزام الامان ويقفل الازاز لو مفتوح العربية بتحذر السائق في حالة خروجه عن مصار الطريق ولو ما استجبش بتعدل من وضعيتها بنفسها وممكن تساعد السائق ان يوقف العربية تماما بشكل امن لو استرزم الامر المصابيح الامامية بتلف بشكل تلقائي مع منحنات الطريق عشان تديك اضاءة واضحة في المنحنيات كمان بتقلل من شدة اضايتها لما يكون في حد جاي قدامك في الطريق المقابل عشان ما تخليش لقدامك يتعاميه وممكن ده يتسبب في حوادث العربية عندها القدرة انها هتعمل تحديد لأكتر من 16 جسم على الطريق بحيث تقلر تتعامل معاه بالشكل المناسب وده انجاز فريد على مستوى عالم السيارات ابتدأ الصداع يشتغل معك؟ لا اجمد كده ده احنا لسه بالليم تعالوا بقى نخش على قدرات العربية دي بداية ان الشاسيب يعتمد على تكنولوجيا متطورة جدا جدا بتعمل بالتناغم مع انظمة العربية زي نظام التعليق والتوجيه على مراقبة والتحكم في العربية يعني مثلا العربية بتراقب الطريق لمسافة 2.5 كم للأمام باستخدام بيانات الجي بي اس وبتحضر السيارة للتعامل مع الانحرفات اللي هتقابلها او العوائق ومن الممكن انها تقلل من ارتفاع العربية لتحسين ايرو دينماكية العربية لو الامر احتاج لكده كل ده وانت سايق عادي خالص وبدون ما تشغل بالك بأي تفصيلة من دول نظام التعليق مزود بممتص للصدمات او مساعدين مزدوج للصمام يعني تقدر تقول كده ان قدرته على امتصاص الصدمات ضعف المساعد العادي ده بيقدم راحة اكبر تحكم وتوجيه اقوى وتحسين كبير جدا في المناطفات العربية بتعمل بالنظام دفع كلي زكي جدا بيحقق تماسك اكتر من ممتاز على الطريق وفي نفس الوقت بيقلل من ضوضاء الطريق والاهتزازات حابب تخش طرق وعرة يا مرحب بالمعارك مبدعين السيارة لها القدرة على التعامل مع الطرق اللي فيها عواقق مائية كبيرة فيها تقدر تمشي في عمق يوصل لتسعين سنتي من المياه المرايا الجانبية فيها حساسات بتكشف عن عمق المياه وبتعرض لك كل المعلومات على الشاشة قبل حتى ما تخش المياه كمان العربية هنهل القدرة انها تمشي على زاوية ميل تصل لخمسة اربعين درجة لو انت ماشي في طريق ولقيت عم احمد قفل الطريق بالجرار بتاعه عادي جدا تقدر تخرج برة الطريق خالص وبدون ما تقلق لان العربية مزودة بنظام اسمه تيرين ريسبونس تو بيعمل ايه البتاع ده ده نظام مكوى من ست برامج قيادة مختلفة بيحس بنوع الطريق اللي انت ماشي عليه ايا كان زرع تلج سخور طين رام بحيس يتعامل مع نوع الطريق بافضل وسيلة تحقق ليك التماسك الراحة والقوى في القيادة نظام بيطبق نظريت اللي اهتمام ما بيتطلبش وانا شخصيا ما شفت ازايه غير في رويز رويس كل النباس العجلات الخلفية لها قدرة عالدوران بزاوية تصل لسبع درجات في الاتجاه المعاكس للعجلة الامامية بحيس تحقق داير الدوران اقل من 11 متر مش قلتلكم صداع تعالوا بقى نتكلم عن المحركات اه مش مجرد محرك واحد لان العربية بتتوفر باكتر من اختيار المحركات مبدعيا عندك الموتور الهايبرد القابل للشحن الموتور دا بتكون قوته 440 حصان وفيه اختيار تاني بقوة 510 حصان الشحن للكهرباء للموتور الواحده يقدر يمشيك 113 كم كحد اقصى و88 كم في حالة القيادة الرياضية او العنيفة العربية الهايبرد دي بتتميز بقلة انبعاثات الكربون اللي كانت رانج روفر مشهورة بيها فوقت من الاوات البطارية ممكن شحنها لمستوى 80% باستخدام الشحن السريع فاقل من ساعة وفي المنزل ممكن تشحنها بشاحن عادي من 0% فاقل من 5 ساعات التفضيل بين استخدام المحرك الكهربائي او المحرك البنزين بتحدده العربية بناء على المعلومات اللي بيوفرها ليها نظام الملاحة والتعرف على حالة الطريق بحيث توصل باداء العربية لاعلى كفاءة ممكنة عن طريق التبديل بين الاثنين او الدمج ما بينهم للوصول افضل استهلاك سواء للطاقة او للبنزين يعني نظام الملاحة مش بس بيساعدك في اسناء القيادة لا ده كمان بيوفر لك هل بقى بعد كل اللي شفته وعرفته عن الرينج روفر تتفق انها واحدة من افخم واكتر العربيات تطورة اللي موجودة حاليا ولا شايف ان في افخم منها والسؤال الاهم هل لو معك فلوسها تفكر تشتريها ولا تفضل عليها عربية تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة